تعمل الدولة على توفير بيئة داعمة للعمالة عبر التوسع في دعم ريادة الأعمال وشركات ناشئة إقليمياً ودولياً وافقة برنامج عمل الحكومة كشفت عن خطة خفض معدلات البطالة حتى عام 2027 والتي تستهدف الوصول بالمعدل إلى 6.5% مع نهاية مدة الخطة الاستقرار الاجتماعي والرخاء يأتيان على أولويات أجندة الدولة ومن سبل تحقيق ذلك الاستثمار في التوظيف والثروة البشرية التي تتمتع بها مصر استراتيجية الدولة في ملف العمل تشمل توفير بيئة دائمة للعمالة عبر تنفيذ التوسع في دعم ريادة الأعمال وهو ما دع الحكومة الجديدة إلى استحداث مجموعة وزارية تختص بهذا الملف فضلاً عن دعم الشركات الناشئة المصرية إقليمياً ودولياً كما ستسعى الحكومة الجديدة إلى التوسع في حاضنات ومشروعات الأعمال وصناديق رأس المال المتخصصة وتحرس الدولة على ضمان تكافؤ الفرص في سوق العمل عبر تدريب الشباب وتأهيلهم وتشجيع عمل المرأة وذو الهمم فضلاً عن موأمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل ومن مستهدفات الحكومة الجديدة زيادة إشراق القطاع الخاص في قطاع التدريب إلى جانب دعم برامج أكاديمية التدريب المهني والإداري التابعة لوزارة العمل بالإضافة إلى إبرام بروتقولات مع الشركات الدولية وخاصة الأوروبية لتوفير العمالة المدربة وفقاً لاحتياجاتها وثيقة برنامج عمل الحكومة كشفت عن خطة خفض معدلات البطالة خلال 2026 حتى 2027 والتي تستهدف الوصول بالمعدل إلى 6.5% مع نهاية مدة الخطة كما استهدفت الحكومة أن يسجل معدل التشغيل في محافظات الوعيه القبلي نحو 39.1% في العام نفسه إلى جانب أن يصل معدل التشغيل إلى 45% في المحافظات الحدودية ولم تغفل الدولة قطاع العمالة غير المنتظمة باعتباره جزءاً من منظومة الحماية الاجتماعية ومن المستهدف التوسع في تنمية مهارات الأعمال في هذا القطاع ليحصلوا على فرص عمل لائقة الدولة تضع عينها أيضاً على العمالة المصرية بالخارج بتحسين أوضاعهم والأهم متابعة ملف الهجرة غير الشرعية حفاظاً على حقوقهم بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل جديدة للعمالة المدربة تولي الدولة اهتماماً كبيراً بملف توفير فرص العمل وتسهيل التوظيف تأكيداً على أن التوظيف هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء المستدام